وعودة إلى الخبر الأبرز في نشراتنا حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيا زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيات تنفسية إقليميا وعالميا بما تكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة لا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر